للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو الزعم بأنه يسير على الطريق الصحيح وأن الحل العسكرية مجد في تنفيذ واحدة على الأقل من أهداف الحرب المعلنة إعادة المحتجزين فبينما كانت الضغوط تحاصره للتوصل الاتفاق جاءت عملية إعادة أربعة من المحتجزين في قطاع غزة لتخلط الأوراق في مسار الحرب أتضع سيناريوهات متعددة لملف الرهائن في الفترة المقبلة نيتانياهو المتمسك بالحرب وسيلة والسلطة غاية سيتمسك بالسمرار الحرب مدعوما في ذلك بحلفائه من اليمين المتطرف وهو لم يضيع وقتا في ذلك بالحديث خلال إعلانه عن إعادة المحتجزين الأربعة بأن حكومته تعمل على إعادة جميع المختطفين وإنهم يعملون على عمليات استرجاع أخرى حتى ولو لم يقدم أي تفاصيل عنها وسيناريو آخر يمكن فيه التوصل للتفاق تهدئة بناء على الضغوط الداخلية التي يتعرض لها نيتانياهو من أهالي بقية المحتجزين ومن معارضي إضافة للضغوط الخارجية بسبب الكلفة الهائلة للحرب والرغبة الدولية في وقفها فضلا عن تخوف حماس من فقدانها لمزيد من المحتجزين ما سيضعف حينها من موقفها التفاوضي وبين هذين الاحتمالين يرجح مراقبون أن تستمر عملية عض الأصابع بين نيتانياهو وحماس أي استمرار الحرب مع عدم إغلاق باب التفاوض وهو السيناريو الذي سيتيح لنيتانياهو الإبقاء على شعرة معاوية مع كل الأطراف الإدارة الأمريكية الراغبة في التوصل لاتفاق وحلفائه من اليمين المتطرف الراغبين في استكمال الحرب وشركائه المؤقتين من المعارضة الراغبة في أعادة المحتجزين كما يتيح لحماس اللعب على عمل الوقت شريطة عدم تراجعها عن شروطها لوقف الحرب سيناريوهات سيحكمها سبق الوقت وقدرة كل من حماس وإسرائيل في الإبقاء أو استرجاع مزيد من المحتجزين شكرا